نيجي بقى للترانسكشن او تأثيرات الانتقال بين الشرايح طيب قبل ما نبتدي شرح في الترانسكشن تعالوا كده هو تنفتح بريزنتيشن يكون ايه بريزنتيشن بجد بقى ونبتدي نعمل عليه ديزاين ونعمل عليه ترانسكشن او انا هقفل بريزنتيشن ده لأ مش عايزة سايف اهو تعالوا نشوف كده البرزنتيشن بتاعي باسم فن اكتساب العملاء اول حاجة البرزنتيشن ده مصنوع باصدارات سابقة عن باوربوينت الفين وعشرة وعن الفين وسبعة يعني هو مصنوع في الغالب باوربوينت الفين وثلاثة تعالوا اول حاجة نديله ديزاين كده انا هغير في الديزاين بتاعه اهو لو نفترض ان انا هختار الديزاين ده كده اهو ادي الديزاين اتغير بتاعه اهو زي ما احنا شايفين تمام طيب ده بالنسبة للديزاين تعالوا با نديله ترانسكشن ايه الترانسكشن او ما معنى الترانسكشن هو التأثير اللي بقدر اضيفه على الانتقال ما بين الشرايح تعالوا نشوف كده انا لو جيت هنا ادي الشريحة الاولى هيه لو جيت عملت العرض بتاعي من سلايد شو اهو اهو زي ما احنا شايفين ما فيش اي نوع من انواع التأثيرات طيب لو جيت هنا اهو ترانسكشن تعالوا من الشريحة التانية طبعا احنا الشريحة الاولى مش هنقدر نديها ترانسكشن لان هي الشريحة البدء او الشريحة البداية تعالوا من الشريحة التانية كده لو هنقول مسلا ترانسكشن بالتاحة يبقى بالشكل ده تمام شفتوا الدخلة ما بين الشريحة الاولى والشريحة التانية ما يعني او الانتقال ما بين الشريحة الاولى والشريحة التانية بقى شكله ايه طيب لو جينا الشريحة التانية التالتة تعالوا نديها معين كده مسلا هو بالشكل ده كده طيب لو الشريحة هو الرابع هديها مسلا نخليه الشكل ده والشريحة الخامسة اهو خليها مسلا نسويتش طيب هنا انت حضرتك تقدر تدي بتاعك كله معين حسب ما حضرتك عايز تعالوا بقى نشوف كده هوت هنا في الايه او جئنا هنا في والنفرون في النكتساب العملاء اهو طبعا هنا بتاعي بقى شكله كده هوت يعني نقدر نقول ايه الدخلة بتاعته دي تقدر تقول انها بخلت الواحد ينتبه اكتر خلت الواحد يعني يتشوق اكتر بقى فيه بقى في يعني ايه نوع من انواع الجذب اكتر مما كان انه مجرد ينتقل الشريح كده يعني انتقال عادي جدا مفوش اي ايه الترانسيشن او مفوش اي تأثيرات طيب بقصوا كده معي اهو زي ما احنا شايفين طيب اقدر اعمل ايه كمان اقدر اتحكم في الترانسيشن بتاعي يعني لو نفترض هنا مسلا السويتش ماشي اهو زي ما احنا شايفين ممكن اخليه او اهو او هو انا كده تعالوا نشوف اهو اخليه زي ما احنا شايفين بقى اقدر اتحكم في الترانسيشن ايه تاني اقدر اضيف عليه صوت يعني مسلا لو نضيف الصوت هني كده مسلا او الصوت شكل ده حسب الاسوات عندي اصوات اهي كده طيب ده كان بالنسبة للاسوات لو عايز اطبق الترانسيشن ده على البرزنتيشن كله حقول له ابلغي تقول هنا السلايد ما بتنقلش الا لما اتك بالماوس اون ماوس كليك طيب انا ممكن هنا هوات كده اشيل اون ماوس كليك وخليه افطر افطر اد ايه مسلا نخليها مسلا هنا هنخليها مسلا ثلاث ثواني تعالوا نشوف كده نعمل بريفيو اهو بصو طيب لو حاجي بقى هنا او خلينا الاول الترانسيشن وحاول له قبلاي تقول طيب ستايت شو فروم بيجيننج انا مش حتك على الماوس بقى كده زي ما احنا شايفين هو اللي ايه يبتدي يقلب لو واحده زي ما احنا شايفين اهو يقعد ثلاث ثواني ويوم جاي قالب البرزنتيشن يعني كله بتقلب ايه او تخش على السلايتز اللي بعدية اوتوماتيك تماما طيب ده كان بالنسبة ليه نيجي بقى للانيميشن وده جزئية مهمة جدا تعالوا هنا كده نقول الفرق ما بين الانيميشن والترانسيشن الترانسيشن هنا كان بيعتمد على السلايتز الانيميشن بيعتمد على الكلام اللي جوه السلايتز تعالوا بقى ان يجي هنا يوقع ايه للفرس سلايتز هاجي هقول له هنا هوت كده لو ناخد بالنا مش هيتفعل لو قفت على السلايتز كده مش هلقى الانيميشن موجود معي مش هيتفعل الا لما اتك على الكلام الموجود او على الموجود طيب لو جيت هنا وقلت له تعالى اد انيميشن اخطي الانيميشن اللي انت عايزه طبعا احنا مش شايفين حاجة طيب لو فرض ان انا مثلا هختار الانيميشن ده زي ما احنا شايفين كده اهو اهو يبقى الانيميشن هنا بيعمل لي آآ نوع معين من التأثيرات على الكلام طيب ده بالناس بالفعل اكتساب العمل طب لو جيت هنا كده اهو وقلت له هنا الانيميشن خلهولي مسلا اهو بالشكل ده اهو خلهولي كده تمام لو نقبلنا نعمل اهو هنا عندي اتنين تعالوا على الاولاني ده اهو زي ما احنا شايفين اللي انا اديتلو في الاول وده التاني تمام طيب انا مش عايز الاولاني حاجة على الايميشن بين وحاجة على اهو كده الاولاني كده واقول له يبقى انا كده شلت اللي عملتله بلاي يبقى انا خليت الايميشن التاني فقط تاني جزئية دي نعيدها تاني انا حاجة على الانيميشن بين اهي هتكي عليها لو اديت لحاجة اكتر من انيميشن يعني لو جيت هنا مسلا قلت له خد الانيميشن ده اهو وبعدين جيت على نفس الجملة او نفس المقطع قلت له خد الانيميشن ده يبقى انا عندي هنا اتنين لو عملنا كده طيب ده ما ينفعش ان حاجة تاخد اتنين حاجة على الانيميشن بين وحاجة هنا هو اهو هقول له والله الانيميشن ده كده شغله لي اهو ده لو نقبلنا من الترتيب ده واحد وهنا اتنين وده تلاتة اهو واحد واتنين وده التاني يعني ده واحد وهنا واحد واتنين طيب انا هعايز ده لغي ده هاجي هنا اريد كده واتتك على السهم النازل ده واقول له كده لو ناخد بالنا بقى من الانيميشن كده نعمل تاني الانيميشن بين زي اه نقدر نقول ايه كده بيوريك الانيميشن اللي انت مختاره بيوريك اه اقدر اعدل فيه ازاي او اقصر على الانيميشن ده بشكل او باخر ازاي طيب بصوا كده معي ده بالنسبة للسلايد دي هقدر هنا يجي هدي له انايميشن تالت اهو عندي انواع من الانيميشن اهو لو نفترض مسلا هدي له انايميشن ده اهو هقول له بلايه تمام طيب طيب له هنا الجزء ايه دي هقول له مسلا هدي له انايميشن بالشكل ده تمام بيبعنا كده عملت انيميشن على دي طيب لو جيت هنا اهو كده اهو ابتديت البرينزنتيشن من الاول اهو سلايد شوه فرون بيجيننج زي ما احنا بتشايفين كده اهو مشتري ايه تمام ده كان بالنسبة للانيميشن على التلات شرايح او التلات اللي انا ايه اديتهم انيميشن طيب تعالوا هنا كده نرجع تاني الانيميشن احنا هنا الانيميشن موجود ايه يعني الانيميشن اللي موجود عندي يعني مش هيبتدي الا لما حضرتك تتكي ايه يعني الكلمة مش هتيجي لما انا اتكي تمام طيب لو جيت هنا وقلت الجزئية التانية او الشريحة التانية وشفتها كده اون كليك برضو طيب لو جينا هنا هوت برضو هنلاقيها اون كليك تعالوا بقى نغير دي كده ونخليها او افتر بريفياس تعالوا ليه كده ونشوف يعني هو هنا مش يعني مش هيبتدي الانيميشن مش شرط بالكليك بتاعتك هو هيبتدي الانيميشن حتى لو انت ما اتكي تلوش كليك ويس بريفياس تعالوا نشوف بقى كده هنا ايه انا مش هتكي على الماوس اهو زي ما احنا شايفين كده اهو انا ما اتكيش على الماوس هو عمال بيقلب كل تلت ثواني لوحده اهو تمام طيب كده انا قدرت اوصل ان البرزنتيشن شغال لوحده من غير ما انا اتكي على الماوس يبقى احنا عرفنا هنا الانيميشن اقدر عامله ازاي عرفنا فايدة الانيميشن بين وعرفنا ان الانيميشن مش هيتفعل معي الا لو جئت عملت على التكست بوكس واقدر هنا في الحالة ديت اضيف الانيميشن اللي انا عايزه زي ما احنا شايفين الانيميشن اهو اوفرد اعمل كده اهو تمام وعرفنا اه 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 ستارت واس بريفياس وافتر بريفياس واس بريفياس وافتر بريفياس هيشتغل لوحدهم انما اون كليك لازم نشتغل بالماوس طيب الطايمينج هنا الطايمينج احضرتك بتختار الوقت بتاعك لو هنختار مسلا ايه ماشي هيبقى هنا عندي الوقت عايزه يبقى قد ايه او ممكن تختار هنا اه اه سلو ولا اه سلو ولا ميديم ولا فاست ولا فيريفاست حسب ما حضرتك عايز تمام طيب يشتغل اهو هنا لو هنفترت كده هنعمل كده اهو وتعالى نديله اوكي تعالى نشوف ال اهو 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 سلايد شوف كرانت سلايد تمام هنا اعملها بشكل متسرع جدا طيب ده كان بالنسبة للانيميشن تعالوا بقى نروح على سلايد شو اهو هنا لما حب ابتدى البرزنتيشن فرون بيجيننج يعني من البداية لو اغطت عليها كدهوت بالشكل ده اهو فعلا ابتدى البرزنتيشن او العرض بتاعي من البداية طيب تمام طيب هنا لما حب ابتدى البرزنتيشن بتاعي من الكرانت سلايد شفت اف خمس اهو لو جينا هنا نشوف كده اهو ابتدالي فعلا من الشريح اللي انا كنت واقف عليه طيب ده بالنسبة للايه لفروم كرانت سلايد دي خاصة بالنت يعني ان لو حضرتك هتعرض لأكتر من مستخدم على النت ودي لها عددات خاصة طيب تعالوا بقى اللي يهمني اللي هي هايد سلايد لو انا مش عايزة اعرض شريحة معينة نفترض ان الشريحة ديت انا مش عايزة اعرضها حاجة على كده واعمل عليها اهو كليك علاقي ان الشريحة خدت الشكل ده زي ما احنا شايفين لو جيت هنا اهو عايزة نشوفها اكتر حاجة من وقول سلايد سورتر اهو هلاقي ان الشريحة ديت زي ما احنا شايفين كده واقع دي الشريحة الاولى التانية التالتة مشتوب عليها لو جيت ابتديت بتاعي تمال وكده هنا نبتدي البرزنتيشن اهو شريحة الاولى ظهرت الشريحة التانية ظهرت الشريحة التالتة مفروض تظهر مش هتظهر ولكن على طول طب فين الشريحة التالتة من هو العميل اهو مش موجودة اللي هي شريحة الرابعة اهي عندي تمام يبقى ديت لو عايز اخفي شريحة معينة ما خلهاش تظهر طيب تمام ده بالنسبة لو عايز ارجحها تاني بقف عليها تاني واروح اقول له اتك عليها مرة تانية الشريحة كده رجعت لي تاني لو جيت ابتديت للشو تاني اهو انا اخلي بالكو حتى لو اتكيت على الماوس هو ما بيعمل ما بقدرش هتحكم لان الماوس خلاص كده ما عادش له لازمة اهو فعلا الشريحة رجعت للبرزنتيشن مرة تانية اهو ده ما احنا شفنا طيب ده بالنسبة سلايد شوف تعال نشوف الفيديو كده اول حاجة شكل النورمال بتاعنا العادي ده تاني فيو عندي اللي هو السلايد سورتر لو جينا نشوف كده بيعرض للشرايح بالمنظر ده زي ما احنا شايفين بيعرض الشرايح كلها بالشكل ده كده طيب تالت حاجة النوت بيتش نوت بيتش بتخليك تقدر تشوف لو حضرتك حطت نوت معينة على آآ سلايد بحضرتك بتشوف بمعنى هنا لو كده نكبر كده انا اقدر اكبر او اصغر من هنا اهو انا هكبر اهو لو هنا كليكتو اد نوت حضرتك بتضيف نوت معينة النوت دي ما بتطاردش بس بتبقى موجودة تحت الشريح تعالوا نشوف كده نرجع للوضع النورمال بتاعنا لو جيت هنا مسلا وضيفت هنا كده كليكتو اد نوت اهو اهي كليكتو اد نوت اهو اهو عايز تضيف ملاحظات كده طيب واقدر اعدل عليها اهو مفيش مشكلة لو جبتها في النص اقدر اكبر الخط اصغره مفيش اي مشكلة ده كان بالنسبة للايه اللي كليكتو اد نوت بالنسبة للزوم اقدر اعمل زوم من هنا كده اهو بالشكل ده لو نفترض نفسها نخليها مية في المية اهو او اقدر اعمل زوم من هنا اهو زي ما احنا شايفين اقدر اكبر وصغر من هنا او من هنا تمام طيب لو جيت هنا كده وتبلت له فيت ويندو زي ما احنا شايفين اهو بيخليها مناسبة او متناسقة مع الويندوز نيجي الجزئية سريعا كده تقريبا كلنا عارفينها هي قائمة فايل قائمة فايل طبعا ده امر الحفز ده حفز باسم تعالوا كده نشوف قلنا اول مرة الامر الحفز بجيساوي حفز باسم يعني لو جيت هنا وتكيت على سيف هلاقي اطلع لي سيف از بس انا كبيني مسايف الملف قبل كده مرة فمش هي مش هتطلع قائمة سيف از لو جيت كده قلت هنا وتكيت سيف از هيبتدي فعلا يقول لي ايه انت عايزت سيف ده شكله ايه هلو نشوف كده انا ممكن اصيفه ممكن اصيفه ممكن اصيفه يعني ايه اه باور بوينت بريزنتيشن اهو ممكن اه باور بوينت اه شو لو تعالوا نصيفه شو كده اهو تعالوا نشوف باور بوينت شو اهو تمام هو هنا مش زي الباور بوينت ده بيبتدي يعني انا لما ضغطت هنا كده فتح للباور بوينت عادي انما هنا بيشتغل بس يعني نقدر نقول ايه اه ما بيجيب ليش الباور بوينت او بيجيب لي البرزنتيشن على طول لو جينا هنا كده تاني نرجع تاني لو جينا هنا اوبن اوبن هنا بيبتدي يفتح لي جزئية جديدة او بريزنتيشن جديد لو ناخد بالنا ما بين الفرق ما بين البرزنتيشن ده والبرزنتيشن الموجود ده بيشتغل لازم بيقت الباور بوينت عشان يشتغل ده بيشتغل على طول من غير ايه خارج بيقت الباور بوينت طيب لو جينا هنا نقول كلوز زي ما احنا شايفين افلي نقدر نقول الصفحات وافلي الشغل اللي انا عامله بس ما افليش التطبيق يعني ما افليش البرنامج ذات نفسه لنا ما افلي بتاعي يعني انا لو جيت هنا وقلت فايل نيو هقدر افتح ايه بلانك بريزنتيشن هقدر افتح بريزنتيشن فاضي وبتشتغل عليه من الاول طيب هنا طبعا خدنا لو انت عايز تضيف باسورد اهو بتبتقي تكتب باسورد ده مرتين هتكتبه اول مرة بالشكل ده كده اهو هايقول لك لازم تعيده هتكتبه تاني اهو كده ايه هتلاقي ان هنا لو ناخد بالنا باسورد يعني لازم في باسورد مطلوب عشان تفتح الموجود ده بالعرض الموجود بيبقى موجود عليها يعني اخر حاجة حضرتك اشتغلت عليها بتبقى موجودة بالشكل ده كده اهو وبتبقى موجود اماكنها على الهارد ديسك النيو هنا طبعا ممكن تفتح بريزنتيشن اهو بلانك بريزنتيشن او تفتح موجودة تعالوا نشوف كده اهو ادي موجودة عندي اهي بالشكل ده لو ناخد شوف الشكل ده كده في البيزنتيشن اهو ادي اهو جاهز طيب لو جيت قلت له كده هوت هنا شو ادي بتاعي بالانيميشن بالدزاين بكل حاجة حضرتك بتغير فيه بس دي ما احنا شايفين تمام طب ده كان بالنسبة ليه نيو برينت طبعا انا بقدر اطبع بتاعي ده على شكل اهو تمام السلايدز باطبحها على ورق ما يقدر نقول انت حضرتك بتختار ولا 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 طبعا هنا هيتبع كل الشرايح هنا هيتبع شرايح معينة انت حضرتك معلم عليها او جزء معينة انت معلم عليها وهنا هيتبع الشريحة اللي انت واقف عليها حضرتك وهنا هيتبع يعني نقدر نقول مسلا نحدي له من تلاتة الى خمسة وهو يبعا حيطبع من تلاتة لخمسة الشرايح الموجودة طيب او ممكن تختار لو عايزت تدخل او تمام طيب نقدر هنا نغير في الكلر او زي ما احنا شايفين الكلر بيتغير معي بس احنا هنسيبع ايه اخر حاجة حاجة على البرنامج عشان اقفله احنا طبعا عارفين ان احنا نقطر من اوبشن هاجي على وخلي هنا كده هو بيحفظ للشغل لو في حالة انقطاع الطيار الكهربائي هليحفظ لي يعني حقصر اخر دقيقة بس شغل لانه هو بيحفظ كل دقيقة فانا اخر دقيقة شغل هي دي اللي هخسرها انما غير كده مش هخسر حاجة وهيحفظ هيكون حافظ للبرنامج حافظ بتاعي بالحاجات اللي انا عملتها وبالاعدادات بتاعته اخر حاجة من هنا بقدر اخرج من البرنامج بيقول انت عايز تسايف انا بيسألني بيقول انت عايز تسايف الكلام ده لو عايز تسايف الاعدادات اللي انت عملتها طيب لو انت عايز تسايف حضرتك بتقول له سيف لو مش عايز بتقول له لو عايز تحفظ الاعدادات دي سيف لو مش عايز تحفظ بتقول له دونت سيف لأ هو عايز تتراجع عن الامر ده بتقول له تعلو نختار كده هيوغيل الامر ده لو اخترت له سيف هيحفظه لي حيبتدي اعمل لي اللي هو ايه لو ناخد بالنا سيف ازاي فوق لو جيت هنا وقلت له اجزت هلاق وقلت له دونت سيف هيخرج من البرنامج ده كان شرح للباوربوينت الى هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته